ذهبت سيدة غنية إلى محل الجزار وطلبت منه كمية من اللحوم وأثناء ما كان الجزار يقوم بتجهيز طلب السيدة دخلت المحل سيدة فقيرة وقالت له أريد بعض العظم فصعب حال هذه السيدة الفقيرة على السيدة الغنية فكتبت ورقة للجزار وقالت له فيها جهز نفس الطلبات التي طلبتها منك وأعطها للسيدة الفقيرة ولا تخبرها من سيدفع وبعد قليل أعطى الجزار للسيدة الفقيرة أكياس اللحم المفروم والكبدة وغيرها فنظرت السيدة إليه بدهشة وقالت له هذا ليس طلبي فأخذ الجزار يقنعها ويخبرها أن هذا من عند الله الكريم خرجت السيدة الغنية من المحل وأثناء سيرها في الشارع وجدت السيدة الفقيرة توزع اللحوم التي معها على الفقراء فسألتها عن حالها ثم أخذت السيدة الغنية تبكي داخل سيارتها بعدما علمت أن عدم امتلاكها لثلاجة دفعها إلى التبرع بما زاد عن كيلوغرام من اللحم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر